فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل نفهم من الأحاديث ومن كلام الإمام أحمد وجوب إلصاق المنكب بالمنكب؟ نعم وما يتسد الخلال إلا إذا صار المنكب بجانب المنكب ليس بينهما فراغ لكن بعض الناس يشق على المأمومين فيدخل بينهم ويزحمهم ويضايقهم في الركوع والسجود هذا التصاق ضار ما التصاق اللي ما يضر؟ هذا سنة ومطلوب إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة